اشتركوا في القناة فشر لعب بشكل انا مش شايفه فشر خلونا نشوف ايلا حصل بعد دي فور من بيتروزيان فشر رد نايت اف سيكس ده رد الطبيعي اللي هو بلعبه دايما وبيفنكة الفيل وبيبقى عايز يلعب بشكل زي الكنجز انديان سي فور جي سيكس نايت سي ثري دي فايف حود من الكنجز انديان للجرونفيلد يمكن كان عايز يفاجئ الخصم او محضر له حاجة خلينا نشوف بعد دي فايف بشب اف فور وده له اسم اسمه بريكمان اتاك او هجوم بريكمان ده لين في الجرونفيلد وفشر لعب بشب جي سيفن اي ثري بيفتح عشان يطلع القطع بتاعته وفشر قبل ما يبيت قرر انه يلعب سي فايف لاين مش مشهور قوي ويمكن مش الاقوى لكن لما دورت في الدياتاباز لقيت ان الشكل ده ايفان شوك وكارلسن لعبوه قصاد بعض والجيم خلص تعادل مش موضوعنا لكن عايز اقولك ان الشكل ده كمبليتلي بلايابو يعني بتلعب وما فيهوش اي مشاكل بعد سي فايف بيست موف ان احنا ناكل لان مش من السهل انك ترجع بيد اجداد الوقتي كوين اي فايف بفكرة ان انا عايز البيداء في نفس الوقت بهدد نايت اي فور ضغط ثلاثي على الحصان اللي في السي ثلاثة عايز اكله بالحصان وبالفيل وبالوزير وعشان كده بيست موف روكسي وان اتلعبت عشان تحمي الحصان زيادة ونايت اي فور اتلعبت وعليها اختار صاحبنا البيست موف برضو بتروزين لعب بيدا في بيدا بيدعين قويين جدا في السنتر وهنا لو حاولت الجيم تلعب فيه حصان في حصان لو حاولت تاكل بالفيل ياكل بالبيداء والحقيقة ما تقدرش تاكل بالحصان علشان الربطة دي الحصان راح ده فوق سبعة للابيض ولو بعد ما اكلت عايز ترجع بيدعك بالشكل ده اعتقد نقلت فيل هنا دي قوية جدا اي نعم ارجعت البيداء بتاعك لكن خسرت المربعات السودة والسيطرة عليها ومش هتبيت وجناح الوزير بتاعك لسه مطلعش فالابيض كويس جدا تفوق اتنين عشان كده فشر اكل بالحصان لو الابيض اكل بالبيداء تاكل بكش ودي موقف سيء جدا هيضطر يطلع كده وما يبيتش او يضحي الفرق شكل مش كويس خالص وعلشان هذه الاسباب كوين دي تو هي البيست موف ربط الحصان على الوزير مقدرش يتحرك الحصان دلوقتي باي حتة عشان الوزير هيروح فمقابل ده كان ممكن صاحبنا فشر ياكل البيداء ده لكن اكوردنج تو الداتا بيس برضو تبعا للداتا بيس بيست موف كان انك تاكل وده اللي تلعب في الجيم كوين تيكس اي تو بيداء في بيداء اتاخد وكان ممكن فشر يكسر هنا لكن التكسير مش احسن حاجة عشان لو كسر نقلة زي دي وبعدين دي سنتر قوي جدا اربع بياد زي ما انتو شايفين هيسيطروا على الجيم كله فالتكسير مش حاجة كويسة هنا عشان كده فشر رجع في كوين اي فايف ضغط على البيداء ده وبتروزيان طلع فيله وبيكمل انتشاره من النقلات اللي برضو ما كانتش عجباني في الجيم هي النقلة الجاية من فشر يا فشر بيت يا فشر كل البيداء وطلب الفيل ده لكن فشر قرر انه يطلع بالحصان طالبا هذا البيداء وكمالت الجيم ان الحصان طلع من النايت اي تو بحيث هو عنده افكار انه يدعم السنتر بتاعه بF3 او E4 لو تسمح له يعمل كده هيبقى سنتر كبير او يرجع وافكار سوري يرجع هنا وافكار F4 ممكن تتلعب وهنا فشر يا فشر بيت يا فشر كل البيداء يا فشر كل البيداء ولكن فشر يقرر انه يلعب نايت اي فايف ويدغط على هذا الفيل الفيل بمنتهى البساطة يرجع في الـ A2 والفيل بتاع فشر يطلع في الـ F5 ضاغط هنا عايز كشات يقرر بتروزيان في الموقف ده انه يقول له انا مش عاوز امتياز الفيلين الحصان ده هيبقى قوي جدا كل انا هاكل وانت كمان كل بس هيبقى عندي سنتر قوي جدا بدم انت سايبلي البيداء ده نايت دي فور تلعبت دلوقتي بفكرة ان انا عايز احد الفيلين بتوعك او تاكل وتزبط لي البادئ بتاعتي زي ما انت عاوز اعمل يا فشر فشر اخيرا قرر ياكل البيداء في الـ C5 واكل لكن قصاد ده هو سمح بعوج البيادئ بالمنظر ده وهنا بتروزيان في منتهى البساطة بيت ما خافش ان الرخ تيجي وتلعب على الفيل لان هو شايف انه عنده كنترول على السنتر كويس وشايف ان الخصم لو بيت قصير هيبقى شكله مش حلو عشان الفيل المفتوح ولو بيت طويل برضو مش حلو عشان اللينات المفتوحة على الملك كوين اي فايف تاني ضغط على الرابطة يمكن يجيب الرخ ويضغط على الرابطة دي وهنا بتروزيان قاله لأ ما عادش في رابطة ولا حاجة ده انا عايز ازوق البيداء ده كمان وكمان ضغط على البيداء بتاع الاف ده فشر برضو ما يبيتش عشان ما ينفعش بقى خلاص التبييد it's too late ده بيقوله تاخرنا اوي ويزوق البيداء عشان ما يتاكلش ويمكن يفتح حاجات ولا حاجة ولكن انا شايف ان حتى الفتحة دي هتفتح على ملك الخصق على ملك فشرج الرخ دي الجيم كمل بانه يسيب له البيداء ويلعب c4 مبسوط اوي اوي بتروزيان بالبيداءين بتاعه وبيداء في بيداء c5 كل مش مشكلة حتى لو فتحت فايل على الملك او حتى لو كانت بالوزير وضربت هنا الوضع التاعي كابيض هيكون ممتاز يتملك مشاعر الخوف شوية فشر فيقول له تعالي نخش نهايات تعالي نخش endgame ونكسر فطبعا يقول له لا مش هكسر ويدي له كش الكشة التي انهت على حلم التبييد دخل اف ايت لو كان جيه هنا الموضوع كده باز من فشر خالص لو الرخ دي مثلا جات هنا او الرخ التانية ايا من الرخين ممكن يجو بس اعتقد ان الرخ دي احسن حاجة والوزير يمشي هنا مثلا حاجة زي دي سيكس فتحت على الملك ودمرت الدنيا الباقع الجائل بيسلم عليكو يا شباب لكن فشر يهرب في الاف ايت والرخ هنا تطلب رخ السي تطلب الوزير كوين يجي في الاي تو ودي ستة تتلعب تفتح الوطر على ملك فشر وكمان تفتح للارخاخ لعب في وسط الرقعة كوين ايتش فايف اتلعبت هنا من اه فشر علشان يحمي المربعات دي اي حاجة تانية بتفكر فيها زي مسلا ان انت مش عارف يا تلعب كده مسلا دي حاجة طبعا سيئة جدا الوزير هيجي هنا اصلا عاوز يدي كيش مات من هنا بيدق في بيدق ممكن تيجي وضع صعب حتى لو كانت بكيش تلوقتي يرجع يكون بالوزير حتى التكسير بالبدائين دول هيبقى حاجة عظيمة وصعبة جدا على الاسود ان هو يكمل علشان كده فشر مرضاش يكسر البيادق ومشي او يزق البيدق ويسلك بيدق للخصم فمشي بالوزير بتاعه في ال ايتش فايف وهنا بيتروزيان يوضح قد ايه انه بيقدر يخلص في المواقف ويلعب نقلة في منتهى الجمال نهيكة عن ان النقلة بتاعت الوزير اللي جات هنا دي بتحمي واحسن من الزقة دي الا انها عايزة مات في واحد فاا بتروزيان ننقل دفاعية هجومية الا وهي اف فورش ويضحي فرق بس فرق في منتهى القوة يسمح بالزقة دي في مقابل انه ياكل ولما يأكل ويجيب وزير يرجع يأكل وبعدين الوزير يأكل البيدق ده الموقف هنا مديني تفوق اتنين للأبيض لأن الرخ دلوقتي لما تيجي هنا تضغط على البيدق ده لو بصيت على القواليتي بتاعة القطع أو جودة القطع هتلاقي الرخ دي قد إيه سيئة والرخ دي كمان قد إيه سيئة وما لعبتش بصراحة فشر بيلعب الجيم ده بستايل أنا مش متعود عليه يعني أنا كلاعب شوطرانج حزنت على مش ده فشر معرفش بقى هل فشر كان إنسان مودي أو مزاجي الطبعة مش عارف لكن يمكن كمان لأنه اخترق آآ كذا قعدة من قواعد لافتتاح المعهودة وللمفروض نلتزم بها كلاعبين تأخير التبييد تأخير التبييد تأخير التبييد لحد ما الشكل ده وصلوا آآ خليني نشوف كمالة الجيم روك اف ون تلعبت هاتيا معلم البيضة اف ستة تلعبت بس ما كانش فيق الاف ستة يا حتى اف خمسة عليها كوين بي ثري كوين بي فور تشاك كينج ان برضو تفوق خمسة عايزين ماد هنا ما بتتحماش آآ الكمبيوتر مسلا بيقول آآ آآ تعان بص على الوزير اللي وجاء في الاف ستة ممكن يحصل ايه نقلة زي الجي فور دي قوية جدا دلوقتي عايزة الشغل كله فكرة ان الثلاث قطع بيلعبوا بمنتهى القوة والرخين مفيش خالص نايمين في الضرة زي ما بيقولوا المعد النقلة دي النقلة دي تلعبت واق صاحبنا آآ بتروزين بمنتهى الشياكة يروح يطلب ماد كينج جي سيفن فشر بيحاول يهرب ياخد الكيش يهرب تاني في الاتش ستة وبعدين ياكل بيدق في بيدق البيدق ده بيضعف سوري البيدق ده بيضعف خلاص كيش جامدة جدا جاية آآ فزق البيدق ما هو ما فيش حاجة تانية رخ البيدق جاية بكيش فزق البيدق يعني حاجة اسمها كده او او يأس اي لعب وخلاص اكل طبعا وده له كيش دخل جوه وفشر هنا آآ انسحب والنفيجة بقت واحد واحد آآ يا ترى المرش الجاي فشر هيقدر يعمل ايه خليكم معايا ما تروحوش في اي حتة دي جملة آآ آآ استاذ تامر الغندور صاحب قناة كل ما يخص الشطرنج آآ من كتر بنتفرج على الناس الحلوة زي آآ كابتن تامر وكابتن احمد الخطيب يعني الواحد بيلقط منهم كده شوية جملة لذيذة آآ هديكم كده تشوفوا ليه الموقف ده تخليص للبيض وخسارة كاملة للاسود لو حاول يدي كيش بتغطي لو حاول يرجع يكسر بيدي كيش لو حاول يغطي بتهرب من الكيش دي كده كيش 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 وبعدين تطلع بالرخ بتاعتك هنا عايز مات ما بتتحلش والوزير لما غطى من هنا ما عادش يقدر يدي اي كشات علشان الفيل واقف والرخين واقفين لا حول لهم ولا قوة آآ علشان كده الاسود تسلم اتمنى تكونوا آآ يعني اكيد ما استمتعتوش بالجيم بعد ما فشر كيش سبع عشرين ماتش ورا بعض آآ يلعب المستوى يعني اللي ما يعني ما تحودناش عليه من فشر آآ اشوفكم ان شاء الله في مباراة آآ جديدة يكون فشر آآ يعني هنشوف هيعمل ايه وايه تفكيره وايه خطته الماتش الجاي وهل هيقدر يعوض ولا مش هيقدر يعمل ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته